كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي جالكسي ألفا الذي يمتاز بهيكل معدني بدلا من البلاستيك الذي اعتادت الشركة استخدامه بجميع هواتفها وفيما يتعلق بالمواصفات يقدم جالكسي ألفا الجديد شاشة من نوع سوبر أمولد بقياس 4.7 ويقدم 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 جيجا بايت من ساعة التخزين الداخلية غير القابلة للتوسعة إذ لا يوجد منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية على عكس باقي أجهزة الشركة المصنعة ويأتي الجهاز من حيث المعالج بطرازين الأول يعمل بمعالج ثماني النوى بينما يعمل الثاني بمعالج ربعي ويملك جالكسي ألفا الذي يدعم شبكات الجيل الرابع LTE-CAT.6 التي توفر سرعات تصل حتى 300 ميجا بايت في الثانية وهو مزود بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وأخرى أمامية بدقة 2.1 ميجا بيكسل كما يدعم شبكات الاتصال اللاسلكية واي فاي وتقنية بلوتوث منخفضة الطاقة وتقنية الاتصال قريب المدى NFC كما يعمل الجهاز بالإصدار 4.4 كيت كات من نظام التشغيل أندرويد